في إطار حرب التصريحات بين موسكو وأنقرة على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن إسقاط تركيا لمقاتلة روسية هو جريمة حرب على حد تعبيره وإن الكريملين سيعاقب أنقرة بفرض مزيد من العقوبات في مؤشر على أن تداعيات الواقع ستكون طويلة الأمد وخطيرة وتنظف أن روسيا لن تنسى واقعة إسقاط طائرتها وأن تركيا ستندم أكثر من مرة على أفعالها ووعد بأن إجراءات روسيا العقبية لن تكون هستيرية أو تشكل خطرا حسب قولها